في بطن الحوت صابراً كان النبي برعاية ربه لكن حوت الفساد وحوت الظلم وحوت القهر هو ما أوصل حال سوق النبي يونس إلى ما هو عليه وهذا حال يبدد أجمل صور وحياة نبضة بروح العراقية وما العراقيون اليوم إلا متألمين على حال باتوا فيه محرومين تفاصيل حياتهم اليومية السوق الذي يقع في الموصل بالقرب من الفيصلية يربط الأجيال معاً ويشكل بيتاً من بيوت العراقيين يجمع الكبير والصغير فهنا تباع الملابس والمواد الغذائية والتوابل والعصائر وكل ما تشتهي الأنفس أو تريد سوء الاهتمام وغياب الرعاية عاملان مهمان أوصل السوق إلى ما هو عليه خد لون العراقيين في البيوت والشوارع والمناطق أو صلاة العراق إلى مشهد يبكي القلوب يتسأل العراقي هل هذا الوطن الذي عرفناه والموصل خير شاهد ودليل على جرح في خاصرة الوطن ربما استطاعت كاميرا موبايل توثيق تخريب السوق النبي يونس فيما تختفي أسواق كثيرة حالها يفقد الأمل ولا يبشر بيوم أجمل ولسان الحال على الذين خسروا سوقهم لقد أسمعت لو نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي لكن العراق بجيله لا يسقط رأية التحدي لحياة يشبه الظلم والطغيان فهو الذي يقدم جيلا بعد جيل يتمسك بوطن لا يقهر ولا يموت ترجمة نانسي قنقر